النهاردة الجمعة نادي النصر للبترول في السويس استقبل مؤتمر النوبة في حب مصر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا طبعا بنعرف ده دلوقتي قبل يعني ساعة ايه ساعة ونصف ساعة كم دلوقتي؟ الساعة دلوقتي؟ لا ساعة الرابع بقى ساعة الرابع من الصمت الدعائي والانتخابي خلاص ساعة 12 النهاردة يعني كمان 40 دقيقة تقريباً أو 42 دقيقة الصمت الدعائي والانتخابي لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية الحقيقة من ضيوف النوبة حضر نجوم الرياضة المصرية الكابتن هشام يكن حمد عبداللطيف نصر إبراهيم حضر عدد كبير من الرؤساء الأندية عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات النوبية في القاهرة والاسماعيلية والاسكندرية وقيادات من السويس التنفيذيين حضر عدد كبير من مديري عموم المديريات ورؤساء النقابات كان فيه طبعا فقرات فنية متنوعة زي منا العزيز عبدالله منتصر نقل لنا هذا التقرير النوبة في حب مصر ودائما النوبة في قلب مصر نتابع معنا الناس كلها وخاصة نبدأ النوبة على مستوى الجمهورية حسين بالراجل ده عمل ايه؟ السيد الرئيس عمل ايه؟ كلنا حسين بيه رغم ان هو مسك الدولة في ظروف قاسية وفي ظروف كلنا عارفينها بأكد على موضوع ان احنا ننزل نشارك نشارك عملية انتخابية نشارك لأذهاب كتيرة جدا دي اول حاجة ودي اهم حاجة ان هي فعلا واجب وطني نحنا نشارك علشان المظهر الخارجي الصورة الخارجية مصر اللي للأسف العيون انظر عليها جدا للفترة الأخيرة النوبة كابناء مصر الحقيقيين الفعاليين بنقف مع مصر في جميع الفعاليات في جميع المشاركات الإيجابية وطبعا بدنا برضو ان شاء الله بإذن الله الرئيس جميع المطالب النوبية هيرعيها جميع الحاجات الدول السورية اللي بالفعل احنا كلنا طلبناها ان شاء الله برضو هيبقى مصر على استكمالها وان هي تفضل تبقى لمطالبنا ومطالب الشعب عموما ان شاء الله احنا نشجع الرئيس على طول يعني من اول رأي جدا ما مسك الحقيقة يعني الحمد لله رب العالمين ان كفاية الطرق كل لازم يشارك لرقل وطني ورقل بحب البلد صراحا احنا بنشارك حشان خاطر الراجل يكمل للمشارعات اللي هو بدأها مشارعات عظيمة يعني شايفينها بالعين وكل حاجة في كل مكان شايفينها في شرق الكنال في السويس في كل حد القضية ليست قضية انتخاب رئيس بقدر ما هي يعني وقوف مع وطن يعني ان نكون هناك ظهير شعبي قوي نعطيه للرئيس حتى يكون هناك استقلال في القرار الوطني بقى نشد الكل ان هو ينزل وننتخب ويبقى لنا صوت ولنا دور كمرأة ونبقى كلنا يعني منشارك في حد مصري يعني الرسالة ان كل الناس تنزل وتأيد علشان ده حقهم وحق كل مواطن مصري انه يقول بصوته وياخد حقه في الشيء دول ده حقك ولازم تاخده ولازم تنزل وتقول رأيك بكل صراحة وكل وضوح وتأيد اللي انت عايز